مادم صفا؟ أهلا بيك اتفضلي أنا كنت عايدة أسأل سؤال للسيخ بس أنا بابا ثابني من وانا عندي أربع سنين طب بعد كده رجعت له وانا عندي 18 سنة عيزت معي فترة كبيرة بعدين طردني بعد كده ليه طردك يا بابا؟ ما تفاهمين بس اللي في النص كان إيه يعني يعني سابك انفصل عن مامتك؟ أه هو انفصل عن ماما وثابنا فترة كبيرة لحد ما أنا تمت 18 سنة خدك هو اللي خدك بابا؟ خدتني ماما خدتني وعيزنا معي إحنا ثلاث بنات بعد كده جوزت بنتين فبعد كده أنا رجعت له أعيش معي وانا عندي 18 سنة عسن ربنا وكده اه بعد كده هو طردني من البيت استني بابا بس بعد إذنك اسمع صفا؟ اه يا صفا استني لما وصلت 18 سنة بابا هو اللي رفع قضية وألن عايزك ولا ماما اللي خدمه؟ لا أنا رحت من نفسي أنا رحت من نفسي رحت؟ أنا رحت عسن خاطر أقوك الولدين وكده اه بس فبعد كده هو قعدت معي ست سهور وبعد كده طردني من البيت عنده خالص ليه يا صفا؟ طردك ليه؟ من غير سبب هو لقيته طردني كده من غير سبب صوتك بيقلة مش عارف ايه حاجات أنا مش بعملها هي بابا بتجاوز؟ لع ما كان في متجاوز كان عايز لوحده طب هو مريض؟ هو بيحب يعيز لوحده وماما كانت دايما تقول إن بيحب يعيز لوحده بس أنا قلت أروح أسوف ده فعلاً ولا لأ؟ خلال 18 سنة يا صفا من 4 سنين إلى 18 سنة كنتم تتعامل مع بابا ولا كنتم قطعين بعد خالص؟ لا كنا قطعين بعد خالص بس أنا حسيت إن أنا عايز أروح أسوف بابا بتعلن اللي هو وحش ده ولا لأ ده بابا كويس ده وحش بقى وحش من كلام ماما يعني؟ أه يعني حاجة زي كده يعني ماما فضلت تقول لأ ده بيحب يعيز لوحده ومس عارف ايه طب وفي الفترة دي كان بيصرف عليك وبيسأل عليك ولا؟ خالص خالص ولا بيصرف ولا بيصرف أي حاجة من كلام ده موسي يا صفا هقولك على حاجة بس حتى لو بابا حلو القطيعة اللي بقى لها 14 سنة كفيلة إن هي تخليه وحش وتخلي عندك استعداد تشوفيه وحش 14 سنة دي يدفع ضربتها والدتك ووالدك لتنين وإذا كنت إنتي خايفة من موضوع العقوق فأنا عايزة بس أسأل حضرتك سؤال بسيط فضل يا بابا هو أنا سبته بعد كده وبعد كده كنت بسأل عليه في العيد الأطحى فعمتي ردت علي قالت لي مات ودفنوا من غير ما يقولولي إن هو مات فأنا عايزة أعرف هل كده أنا هتحاسب ولا إيه بالزبط طب يا حبيبتي ما تعيتيش طيب يا صافي عايزة أعرف يا أنا عند ربنا كده إلا هيحصل لي بالزبط حاضر يا بابا حاضر مش شكرا عفوا يا حبيبتي طبعا بس يا أستاذ الأمين اللي احنا بنتكلم فيه ده مش خروج عن إطار الدين اللي احنا بنتكلم فيه ده مكيدة مكيدة من أهل أبوها عندنا في الأبناء والأم والذي سيتحمل هذه الضريبة مش الصغيرين دول مش الأطفال الصغيرين اللي معرفوش حاجة دول اللي هتحمل الضريبة الكبار يعني إيه يبقى أنا أبويا ميت وأنا معرفش حتى لو إحنا بينا وبين بعض إيه العقوق يا أستاذ الأمين لا يأتي صدفة العقوق له مناخ ممكن تلاقي الجدة تقول للجزء مرتك مش كويسة وعيلك مش كويسين وتفضل تسخن في الزوم فيكره أبنائه ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إحنا لا ندعو أبنائنا ربما توافق ساعة إجابة صحيح اتنقلت من كذا القناة لما بتروحي قناة جديدة بتجتمع على القناة الثانية يا طبعا أبدا ليه كان في عشرة كذلك أنا بيني وبينزوجتي عشرة اختلفنا لسبب ما انفصلنا بنا شركة وعشرة كذلك مش كل الناس بتفهمه يا فضلت الشيخ يعني لازم نفهمه ناس كتير جدود تقول لك وإحنا بنتطلق كنا مبسوطين يعني بنتحك ما إحنا كنا مقطعين بعض يا ست الكل الغالية وليل قوي بقى الناس اللي بتبقى يعني قادرة تفهم قويس قوي ليه مش هحمل الدين ده لأن قبل ما ييجي الدين عبد المطالب اللي هو جد سيدنا النبي كان بيرعي أبناء وقوي فلما عبد الله ابنه اسمه طلع بأنه هيثبح عاطفة الأب قالت لا ابن ما يتدبحش طب يا أخواننا شوفوا لنا حل يا جماعة يا كهنة ياللي في معمد الأوسان انتو هما بيعبدوا أوسان بس تخيالي هما كفرة بس هو أب بلاش ابني يتدبح بلاش اعملولي مساومة ففدى ابنه بمئة جامل وهو كافر الدين ما جاش يقول لنا دول ولادكو الدين جيه يقول لنا في ديكورات بقى تعملوها وانتو بتربو الولاد فاللي بيحصل ده ليس نتيجة الدين في حزب ده مجتمع يعني ايه عما بتخبي على أولاد أخوها ان ابوهم مات دي مكايدة دي أصبحت مكايدة هجاب على صفا يا صفا إذا كان في نيتك بالربابة ادعيله واترحمي عليه وقول يا رب سمحني وإن شاء الله لنا ذنب عليك وهقول كلمة صغيرة فت لما أكون أنا مسافر بشتغل أو حد مسافر يشتغل وأبوه أو أمه يموت ويدفن وهو مش موجود مش لازم أجنك على تخانق أنا مش هخش النار لأن أبويا ادفن وأنا مش موجود أي نعم فيه حزن لكن مش معنى كده أني متجهلك لأن إكرام الماء يدفن طبعا ما مش هاي سنوده مسافر في الأرياب بنشوف مشاكل بقى صلوه قاعد لحد ما أرجع طبعا أو واحد يقطع عمه أو خاله لأنه قال لا هندفن وما ييجي براحته وقول له كان عدم ولاده لا ما عدمش ولاده بس يحمد ربنا أن فيه حد أكرامه وإنت مش موجود بس أنا عايز أقف معاك في المشهد ده تخيالي البنت اللي لسه طلعة دي اللي لسه طلعة دي اللي كان عندها يعني فكرة أنها عقت أبوها لما تعرف أن عميتها عملت كده هتطلوب منها أنها تصغب رحم ما هو دي حاجة تانية بقى يعني تخيالي ده دي حاجة تانية بقى